السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم في نشرة أخبار العاشرة مساء من تلفزيون سلطنة عمان وفي أبرز عنوينها الإعلان عن تشكيل حكومة الوفاق الفلسطيني الاثنين المقبل وإسرائيل تتبنى توصيات لاعتبار المستوطنات في الضفة الغربية والقدس قانونية ألمانيا تبدى استعدادها لدراسة استضافة ثلاثين ألف لاجئ سوري بعد رفضها لمقترحين بإنشاء مخيمات للاجئين على الحدود اللبنانية السورية حضارة السلطنة وإرثها الثقافي والطبيعي ومقوماتها السياحية في معرض السياحة الدولي بجمهورية كوريا تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى تبني توصيات تعتبر المستوطنات في الضفة الغربية والقدس قانونية يأتي هذا في من دلعت مواجهات في الضفة الغربية خلال تفريق جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرات سلمية ضد الاستيطان وتضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام منذ سبعة وثلاثين يوما وفي قطاع غزة أكد إسماعيل هنية أن ملف المصالحة الفلسطينية لن يشهد تراجعا على الرغم من الخلافات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس والتي أدت إلى تأجيل إعلان حكومة التوافق تتجه تل أبيب لإنكار الحقوق الفلسطينية بشكل شامل وكأنها لم تحتل أرض فالخارجية الإسرائيلية تدعو لتبني توصيات تعتبر المستوطنات في الضفة الغربية والقدس المحتلة قانونية عبر مستشارها القضائي والأهم من ذلك أن توصيات لجنة ليفي المكلفة بفحص قانونية المستوطنات تقضي بأن الضفة الغربية والقدس ليست أراضي محتلة وأن المستوطنات والبؤر الاستيطانية تعتبر قانونية هذا القانون هو من أخطر القوانين التي تحاول إسرائيل فرضه من عام 67 وهم باعتبار أن المناطق الفلسطينية أراضي متنازع ليس وليس أراضي محتلة وتعتبر أن لها حق في الوجود سواء بالمعنى الديني أو التاريخي أو التراثي ولكن كل هذا كجزء من عملية التزوير والتشويه لحقيقة الوجود الفلسطيني والعربي في هذه المناطق وإلى ذلك فرضت قوات الاحتلال إجراءة مشددة في مدينة الكدس المحتلة ومنعت دخول الشباني إلى المسجد الأقصى المبارك وعززت إسرائيل من شرطتها في البلدة القديمة والطرق المتاخمة إلى الحرم الكدسي الشريف تحسبا لاندلاع مواجهة في ظل محاولات المتطرفين والمستوطنين تدنيس ساحات الأقصى هذا الإجراء تكرر من أجل منع المصلين في التواجد إلى المسجد الأقصى دون مبرر وكان مبررهم أن هناك معلومات استخباراتية عن تضامن مع الأسرى ولكن هذا الظلم سواء للأسرى سواء للإغلاق على المسجد الأقصى هو ما تكون به قوات الاحتلال وهي من تفستعين هذه الأزمة في تفريغ المسجد الأقصى من المصلين وفي الميدان قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات الجمعة المناهضة للاستطان والمتضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام منذ 38 يوما في وقت انتهى فيه تشكيلة الحكومة الفلسطينية التي من المرتقب أن تعلن الاثنين المقبل وحلفها اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني نحن بحاجة لحكومة قوية حكومة لأن مسؤولياتها كبيرة في مواجهة الحصار والضغوطات الإسرائيلية والضغوطات حتى الأوليات المتحدة الأمريكية وبعض الداعمين للاحتلال ونحن نعتبر أن حكومة التوافق الوطني يجب أن تكون أفضل بكثير من الحكومات السابقة وليس فقط في شخصها وفي برنامجها تتجه الأوضاع نحو الصدام السياسي مجددا بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعد سلسلة القوانين التي تعمل عليها إسرائيل لتكريس الاحتلال للأراضي الفلسطينية في ظل انسحاب الراعي الأمريكي ولو مؤقتا من العملية السياسية أحمد زكري عريدي تلفزيون سلطنة عمان فلسطين عبر وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر اشتاين مايار عن رفض بلاده لمقترح حول إنشاء مخيمات للاجئين السوريين على الحدود اللبنانية السورية في ختام جولة قام بها على مخيمات النازحين السوريين في البقاع اللبناني وأوضح أشتاين مايار عن ألمانيا التي أبدت استعدادها لدراسة استضافة 30 ألف لاجئ سوري على أراضيها لا تؤيد اقتراح الحكومة اللبنانية بإنشاء مخيمات للاجئين السوريين على الحدود السورية ولا في المناطق العازلة حفاظا على سلامة اللاجئين وبدلا من ذلك حث المسؤول الألماني المانحين والمؤسسات الدولية كالبنك الدولي إلى تقديم مزيد من المساعدات للاجئين مؤكدا أن ألمانيا تجري اتصالات لاستضافة مؤتمر دولي للمانحين قتل خمسة عشر شخصا بينهم سبعة أطفال في هجوم على قرية بشمال سوريا وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مجموعة من المسلحين اقتحموا قرية بالقرب من بلدة رأس العين الكردية شمال شرق سوريا وفتحوا النيران على الأهالي ما أسفر عن وقوع العشرات بين قتيل وجريح من جانب آخر أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن عدد الضحايا المدنيين الذين سقطوا في مناطق مختلفة من محافظة حلب في شمال سوريا نتيجة القصف الجوي والبراميل المتفجرة قد بلغ قرابة الألفي قتيل بينهم أكثر من خمسمائة طفل قتل ثلاثة من عناصر داعش أثناء محاولتهم التسلل إلى محافظة بابل جنوب العراق وفي منطقة قضاء المدائن جنوب بغداد أسفر انفجار عبوة وضعها مسلحون مجهولون أسفل سيارة مدنية عن مقتل شخص وإصابة آخرين فيما قتل جندي وأصيب أربعة آخرون في انفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم جنوب بغداد أعلنت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أنها فقدت الاتصال منذ مساء الخميس مع فريق ثاني لها من أربعة أشخاص في لوغانسيك بشرق أوكرانيا وكانت المنظمة أكدت أنها فقدت الاتصال بفريق من أربعة مراقبين منذ الاثنين في منطقة دونتسيك من جانب آخر أعلنت السلطات الأوكرانية أن قواتها تحرز تقدما في قتالها ضد المجموعات الانفصالية في شرق أوكرانيا وقال وزير الدفاع الأوكراني بالوكالة ميخايل لوكوفال إن القوات الأوكرانية تمكنت من السيطرة كليا على جنوب منطقة دونتسيك وجزء من غربها وشمال منطقة لوغانسيك مضيفا أن العمليات العسكرية ستتواصل ضد المسلحين حتى النهاية وقتل أكثر من 200 شخص من جنود أوكرانيين وانفصاليين ومدنيين خلال العملية التي أطلقتها كييف في الثالث عشر من شهر أبريل الماضي لمواجهة الحركة الانفصالية الموالية لروسيا والتي تتهم موسكو بالوقوف خلفها من ناحية أخرى تعتزم روسيا سحب جنودها الذين حشدتهم قرب الحدود مع أوكرانيا علن ذلك وزير الخارجية الأمريكي جون كيري وقال كيري إن القوات التي كانت على الحدود تتراجع نحو موسكو وليس إلى كييف منددا خلال مقابلة تلفزيونية بسماح روسيا لمقاتلين مدربين مؤيدين لها بالوصول إلى شرق أوكرانيا من أجل إثارة القلاق لهناك تصريحات وزير الخارجية الأمريكية جاءت بعد يوم من إجراء محادثات مع نظيره الروسي سيرجي لفروف حول الأوضاع في شرق أوكرانيا قالت مسؤولة صينية إن اليابان تستخدم النزاعات على الأراضي في آسيا لتصوير بكين كمهدد لطوكيو وكان رئيس الوزراء الياباني الشينزوابي قد أعلن عن دعم بلاده لجيران الصين في نزاعها الحدودي معها وقال بي في مستهل مؤتمر الأمن الإقليمي حوار الشانغريلا في سنغافورة إن حرس السواحل في الفلبين سيحصل على عشرة زوارق دورية من اليابان كما وعد رئيس الوزراء الياباني بتقديم دعم لوجستي لفيتنام ووضح بي أنه لا يصح لأحد أن ينفذ مطالبه عن طريق استخدام القوة وتخوض توكيو نزاعا آخر مع بكين حول جزر في بحر الصين الشرقي نشر الجيش التايلاندي مئات الجنود بمنطقة نصب النصر التذكري بالعاصمة بانكوك وذلك في إطار الحملة التي يقوم بها لوقف الاحتجاجات بعد استيلاء الجيش على مقاليد الحكم وقال وينثي السوفاري نائب المتحدث باسم الجيش إن الإجراءات القضائية التي سيتم تطبيقها ستكون في إطار المحكمة العسكرية وستختلف عن النظام المدني مضيفا أن فرض الجيش للأحكام العرفية تهدف لضمان تحقيق السلام والنظام ضرب زلزال بقوة ست درجات على مقياس رختر اليوم مقاطعة يونانا الصينية وأفادت سلطات محلية صينية بأن نحو ثلاثين شخص أصيبوا بإصابات مختلفة نتيجة الزلزال فيما أدت الهزة إلى قطع إمدادات الكهرباء عن بعض الولايات والقرى المحيطة بالمقاطعة وأصدرت حكومة يونان المحلية استجابة طوارئ من الدرجة الثانية للتعامل مع أثار الزلزال وتقديم المؤانل للمناطق المتضررة نشرتنا مستمرة من تلفزيون سلطنة عمان وتتابعون فيها بعد الفاصل قيم أصيلة وتواصل اجتماعي يتجددان مع كل موسم لطناء النخيل اشتركوا في القناة الإعلان عن تشكيل حكومة الوفاق الفلسطينية الاثنين المقبل وإسرائيل تتبنى توصيات لاعتبار المستوطنات في الضفة الغربية والقدس قانونية ألمانيا تبد استعدادها لدراسة استضافة ثلاثين ألف لاجئ سوري بعد رفضها لمقترح بإنشاء مخيمات للاجئين على الحدود اللبنانية السورية حضارة السلطنة وإرثها الثقافي والطبيعي ومقوماتها السياحية في معرض السياحة الدولي بجمهورية كوريا التعريف بالسلطنة وإبرازها كوجهة سياحية عالمية والتركيز على المقومات السياحية التي تتميز بها كالتراث والثقافة والطبيعة الجهولوجية جاء من خلال مشاركة السلطنة في معرض السياحة الدولي 2014 بجمهورية كوريا الجنوبية والذي يعد واحدا من أكبر المعارض السياحية الدولية المتخصصة لوحات فنية للمناظر الطبيعية والمناطق السياحية المتنوعة التي تزخر بها السلطنة تقف هنا شامخة في المعرض الكوري الدولي للسياحة والسفر 2014 الضيافة العمانية والطبيعة الجيولوجية لفتت الأنطار حيث أعرب العديد من زوار المعرض عن إعجابهم ورغبتهم بزيارة السلطنة كما توقف من يعرف عن السلطنة أو زارها ليسجل كلمات الإشادة أنا فعلا أريد زيارة عمان فهناك العديد من الأماكن والأشياء الجميلة عمان تملك أماكن متيشة وهي تشبه رحلة السندباد وأنا أرغب أن أزورها وفي ملتقى سوق السفر الذي يقام علىها مشي المعرض قدم سعادة سفير السلطنة في جمهورية كوريا عرضا مرئيا عن المقومات التي تزخر بها السلطنة لا سيما في الجوانب الثقافية والتراثية والطبيعة الجيولوجية وفي الإطار ذاته التقى السفير بوكالات وشركات السفر والسياحة للتباعد حول مجالات التعاون وتنظيم الرحلات السياحية للسلطنة المعرض الكوري الدولي للسياحة والسفر في دورته السابعة والعشرين بمشاركة أكثر من ستين دولة وحوالي خمسمائة من المؤسسات العالمية للسياحة والسفر يقام بصورة سنوية من أجل الترويج للسياحة على المستويين المحلي والخارجي رفض المؤسسات الصحية بنحو سبعمائة من الممرضات المتخصصات في القبالة على الرغم من ندرة هذا التخصص عالميا هذا ما تم الكشف عنه خلال المؤتمر الوطني الأول للقبالة في محافظة الداخلية يعد تخصص القبالة في مجال التمريض واحدا من التخصصات الذي يوصف بندرة الكوادر التي تمارس هذا الدور المهني الأمر الذي يشكل تحديا أمام المنظومة الصحية إنما يقارب من تقريبا سبعمائة قابلة موجودة في السلطنة ولكن طبعا ما زال الطلب يتكاثر على القبالة وعلى تخصص القبالة وطبعا هذا لأن القابلة هي مطلوبة في كل غرفة ولادة ومطلوبة في كل عيادة نساء وولادة وكذلك في التحصينات وغيره من الخدمات الأول برامج الموجودة في الرعاية الصحية والولية وفي المستوى الثاني والثالث في الرعاية الصحية المؤتمر الوطني الأول للقبالة بمحافظة الداخلية سعى إلى استقطاب نحو 160 من الممرضات والطبيبات اللواتي عملن في مختلف المؤسسات الصحية بالسلطنة وأكد في بداية برنامجه على حجم الجهود التي تبدلها وزارة الصحة في سبيل الرقي ببرامج الأمومة والطفولة وتهيئة الكوادر الوطنية لهذه المهمة أبرز التحديات التي نواقعها في صالة الولادة هي أقلت الكوادر الطبي من الموظفات العمانيات في صالة الولادة فأنا أدعو جميع الموظفات العمانيات بالشروع والدخول في هذا التخصص لكي يستفيد المجتمع من الخدمة نرفع المستوى الصحي للأم والطفل وهذا الشيء إن شاء الله يساعد القابلة أنها تقدر تعبر كل الصعوبات لتحقيق الهدف والذي هو نرفع مستوى الصحة لدى الأم والطفل والمجتمع ككل مجموعة أخرى من المواضيع بحثها المؤتمر من شأنها أن تسهم في تعزيز الكفاءة العلمية والعملية للمشاركات وذلك من خلال الاطلاع على المستجدات الطبية والاستفادة من الخبرات المقدمة هذا ومن شأن التوصيات التي سيخرج بها المؤتمر أن تسهم في تحفيز الممرضات العمانيات على دراسة تخصص القبالة لسد احتياجات المؤسسات الصحية بالسلطنة بكوادر وطنية مؤهلة سعيد بن الديب الهنائي من محافظة الداخلية ولاية نزوى مهارات تعليمية وثقافية وحياتية اكتسبها الأطفال المشاركون في أنشطة جمعية المرأة العمانية بولاية إزكي الجمعية أبرزت هذه المهارات من خلال حفل شارك فيه هؤلاء الأطفال المزيد في التقرير التالي ركل الطفل بجمعية المرأة العمانية بإزكي نجده اليوم في حفله السنوي باختتام العام الدراسي 2013-2014 فالفرحة والبسبة لدى هؤلاء الأطفال الممزوقة ببراءة طفولتهم هي تعبير عن يوم جميل بالنسبة لهم ولأسرهم ندرسهم جميع المواد اللي هما يأخذوها في المدرس مثلا القرآن الكريم والرياضيات واللغة العربية والإنجليزي والمهارات ملابسهم جديدة وكأن له العيد أنشرتهم تتغنى بالعلم والمعرفة والحب الوطن فما تعلموه من أبقديات الحروف والكلمات والأرقام الحسابية يستعرضونه على خشبة المسرح كل واحد إذا قلنا نقول يصير على النهج اللي هو يسلكه فأنا صراحة شدتني فقرة الفن الشعبي كان يعني لبسهم ما شاء الله منظم وشكلهم جميل ثمقت هذه الاحتفالية بتكريم أطفال ركن الطفل بجمعية المرأة العمانية بولاية إزكي والمتميزين منهم خلال عامهم الدراسي وهكذا فإن أطفال ركن الطفل بجمعية المرأة العمانية بولاية إزكي يختتمون عامهم الدراسي فهذه البداية لمشوار الحياة العلمية ومستقبلهم فهم أطفال اليوم وبنات الوطن في المستقبل يعقوب بن خلفان دابي من مقر جامعة نزوة ولاية نزوة محافظة الداخلية خمسة وعشرون شاغرا وظيفيا تنافس عليها مئة وعشرة مواطنين قسمت على فترتين شهدتها المحطة التاسعة لوزارة الخدمة المدنية في الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية وفقا لإعلان الشواغر الصادر بتاريخ الثاني عشر من مارس الفين واربعة عشر الاختبارات أجريت هذه المرة في ولاية مصيرة في المركز الذي استحدث خصيصا بمدرسة مصيرة للتعليم الأساسي تسهين للمواطنين بعد إجرائهم للاختبارات بولاية الصور ويخضع المترشحون للتنافس على الوظائف الكتابية لنظام التوظيف المركزي الذي يستند على قاعدة أسئلة يختارها النظام ويصححها تلقائيا حسب طبيعة الوظيفة أو التخصص المطلوب لها وبمستوى متقارب لكل متقدم لنفس الوظيفة في ولاية خصب بمحافظة مسندم تكونت بركة من المياه قرب محطة الصرف الصحي يقول السكان إنها تشكل خطرا على الصحة العامة والبيئة فيما يؤكد المختصون في وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه بأنها مياه معالجة بنظام الترشيح الثلاثي ولا تشكل أي ضرر على المياه الجوفية أو البيئة من هنا في غنضة بولاية بخا تشحن ناقلات مياه الصرف الصحي لتتجه إلى ولاية خصب سالكة الطريقة الساحلية لمسافة تزيد عن ثلاثين كيلو مترا لتفرغ حمولتها في محطة الصرف الصحي بولاية خصب الأمر الذي أدى إلى تكون بركة من مياه الصرف الصحي المعالجة رأى فيها المواطنون بالقرى القريبة من المحطة تأثيرا سلبيا عليهم وعلى آبارهم وحيواناتهم والبيئة عموما على بعد أمطار قليلة من هذه الحفر توجد خزانات المياه الجوفية التي تغذى منها المدينة القرب من هذا هناك مجمعات سكنية للمواطنين نحن كوزارة ناخذ عينات من كل الآبار تقريبا شبه شهري بالإضافة إلى الخزانات الخاصة في المياه ويتم فحصه وفي حالة وجود أي تلوث في بير مائي يتم أغلاقه ظهرت المخلفات الصحية على اليابسة والضرر البعوض والذباب والحشرات المتراكمة والريحة التي خرجت لحوالي الصرف الصحي هذا الصرف الصحي إذا كان بالطريقة هذه فمعناته هذا مرض بعينه يفترض أن هذا الصرف الصحي يسقف ويخفى من المنظر العام إجراء نقل مياه الصرف الصحي من ولاية بخا إلى محطة الصرف الصحي في ولاية خصب يراه المختصون أمرا طبيعيا فهو يمثل حلا لمشكلة المخلفات النتيجة عن أعداد العاملين في المشاريع الحيوية والمهمة التي تشهدها المحافظة نقل الصهاري جاذب من ولاية بخا يعني غمضة إلى خصب فنحن يعني نقول أكيد هذا سبب رئيسي لطفح المياه الصرف الصحي خارج الموقع المخصص لحد الآن يعني ما يعطونا أي حل جذري لإنهاء المشكلة ردموا بعد الأماكن الموجودة في موقع المحطة لكن هذا ليس حل المحطة ذات ساعة كبيرة وتسع هذه الكميات من المياه وهذا اتخذ فيه قرار فيه شكل سابقا عن طريق لجنة من الجهات الحكومية وأن هذه المياه المعالجة المحطة على مستوى العالم محطة ذات سلاثية المعالجة ومن أجود المحطات وأنجح المحطات على مستوى العالم المياه الناتجة هذه عبارة عن بعد ما تمت معالجتها نهائيا وصالحة للسقي وري المزرعات وأوضح المسؤولون بأن وجود هذه البركة من المياه المعالجة أمر طبيعي وليس ناتجا عن زيادة الضغط على محطة الصرف الصحي فقد صممت المحطة لتستوعب كميات أكثر من التي تعمل عليها الآن وتمت توسيعة المحطة القائمة للصرف الصحي في ولاية بخا لمعالجة هذه المشكلة كما أكد المختصون أن هذه البركة من المياه هي مياه معالجة ولا تشكل أي خطورة أو ضرر للإنسان والحيوان والبيئة البركة المائية هذه وحسب ما أكد المهندس المختص فإنها ليس لها أي تأثير على البيئة سلبا منصور السعدي تلفزيون سلطنة عمان ولاية خصب في محافظة مسندم في ولاية عبري بمحافظة الظاهرة كرمت حملة بسن حوادث المشاركين والمساهمين في العمل التطوعي بعد عام كامل من الإنجازات التطوعية وبث الوعي المروري الذي حققته الحملة بين أفراد المجتمع رعى حفل التكريم صاحب السمو السيد فهر بن فاتك آل سعيد بلهجة عمانية أطلقت اسمها حملة بسن حوادث لتلفت اهتمام المجتمع العماني بالصورة المتعارف عليها في توصيل رسالتها بأهمية بث الوعي المروري بين أفراد المجتمع للحد من حوادث السير الشهادة تكون دائما من المجتمع هم من يقيم هذه الحملة على مسار عام متكامل والحمد لله رب العالمين وأنا أكرر وأقول أننا ما راضين على هذه الفعاليات والإنجازات دام هناك في حادث مروري يقع على طرقات السلطنة حملة بسن حوادث بمحافظة الظاهرة أكملت عامها الأول وسط زخم كبير من قبل أفراد المجتمع العماني حيث استطاعت هذه الحملة من إقناع شريحة كبيرة من المجتمع خاصة فئة الشباب بأنه آن الأوان لرفع شعار مجتمع بلا حوادث كثير من الفعاليات المناشطة التي قامت فيها حملة بسن حوادث منها فعالية خريف صلاة للاستقبال الزائرين وتكريمهم كموجودين هنا من دول الخليج ومن دول أخرى وتكريمهم لدخولهم إلى السلطنة بحيث أنه تقديم بعض الهدايا التذكارية والحلوة العمانية كذلك عندنا فعالية سقي الحجاج التي أخذت صوت كبير على مستوى السلطنة وصد كبير من حيث استقبال الحجاج وحثهم على الوعي المروري على السلام المرورية بالنسبة لتجاوب جيد جدا لتمسنا هذا الشيء بالفعل من معظم الشباب في المحافظة سواء في عبري أو في رانك أو في يونكل أو على مستوى بر المحافظة احتفالية بهيجة رعاها صاحب السمو السيد فهر بن فاتك بن فهر آل سعيد تم خلالها تكريم المؤسسات والهيئات والأفراد الداعمين لهذه الحملة إلى جانب فقرات فنية عبرت عن أهداف الحملة والدور الهام التي تقوم به في الأعمال التطوعية وتعزيز إجراءات السلامة المرورية بمحافظات السلطنة حملة بسناء حوادث من الحملات التطوعية الشبابية التي توزعت في مختلف محافظات السلطنة ساهمت هذه الحملات في بث الوعي المروري بين أفراد المجتمع للحد من حوادث السير فليفها بن محمد الشماخي محافظة الظاهرة وننتقل الآن إلى أهم الأخبار الاقتصادية مع الزميل علي صعر النشر الاقتصادية برعاية زقانة دجاج الصفاء بوركر تقاق الصفاء قطع دجاج الصفاء هل هناك المزيد؟ أنا أحافظ على صحة وسعادة عائلتي بتقديم منتجات الصفاء دائماً مئة بالمئة حلال مئة بالمئة طبيعي وشهي مئة بالمئة عماني طازجة وطبيعية وشهية مع كل لقمة مشاهدين كل الشكر للزميل يعقوب المعمري وهنا بكم مشاهدين إلى الموجز الاقتصادي والبداية كالعادة من أبرز العنوي أوكرانيا تسدد جزءاً من ديونها لشركة غاز بروما روسية وترفض أي تزيادة في الأسعار أهلا بكم رفض رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسينيوك أي زيادة لسعر الغاز الذي فرضته روسيا مؤكدة على استعراضه أمام محكمة دولية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق الأسبوع المقبل وأوضح أرسيني أن بلاده سددت سبعمائة وستة وثمانين مليون دولار لغاز بروم الروسية من فاتورة الغاز المترتبة على كييف لشهرين فبراير ومارس وتقول كييف إن موسكو رفعت سعر الغاز إلى نحو خمسمائة دولار لكل ألف متر مكعب ومن المقرر أن تجرى جولة جديدة من المفاوضات الاثنين القادم في بروكسل ارتفع سعر نفط عمان بخمسة سنتات ليبلغ سعر البرميل مائة وستة دولارات وواحدا وأربعين سنتا للبرميل وبلغ معدل سعر النفط العمانية الرسمي تسليم شهر يونيو المقبل بلغ مائة وأربعة دولارات وتسعة وتسعين سنتا للبرميل مرتفعا بذلك بثلاثة وستين سنتا مقارنة بسعر تسليم شهر مايو حيث توقع محللون اقتصاديون أن يرتفع سعر نفط عمان تسليم شهر يوليو بستة وستين سنتا ليصل عند مائة وخمسة دولارات وخمسة وستين سنتا للبرميل ومن أسعار النفط إلى أسعار الذهب حيث استقر سعر الذهب اليوم بعد سلسلة من خسائر على مدى ثلاث جلسات مسجلا ألفا ومائتين وخمسة وخمسين دولارا أمريكيا للأوقية فيما لا يزال المعدن النفيس في طريقه لتسجيل أكبر هبوط أسبوعي في شهرين أعقاب البيانات التي تشير إلى تحسن أفاق الاقتصاد الأمريكي ومواشرات أخرى على تراجع الطلب في آسيا وتراجعت العقود الأمريكية تسليم شهر يونيو تراجعت دولارين وثلاثين سنتا للأوقية ليصل سعر الأوقية ألفا ومائتين وأربعة وخمسين دولارا ختم أخبارنا من اليابان حيث تراجع الناتج والصناعي بنسبة اثنتين وخمسة من عشرة بالمئة خلال شهر أبريل الماضي مما دعا وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية دعاها إلى تخفيض توقعاتها لنتج الصناعي للأشهر المقبلة لأول مرة منذ عام 2011 كما هبطت مبيعات التجزئة اليابانية بنسبة أربع وأربعة من عشرة بالمئة هبطت مبيعات التجزئة اليابانية بنسبة أربعة فاصل أربعة بالمئة خلال شهر أبريل وذلك بعد ارتفاعها بنسبة 11% خلال شهر مارس عندما اندفع المتسوقون إلى المتاجر للتصوق قبل زيادة ضريبة المبيعات ومع ذلك ما من داع للقلق على اعتبار أن النتيجة كانت متوقعة من قبل رئيس الوزراء الياباني تشينزو أبي ومحافظ البنك المركزي هاروهيكو كورودا الداعمين الرئيسيين لسياسات أبي الداعمة للنمو المعروفة باسم أبي نوميكس كانت ضريبة المبيعات متوقعة إلى حد كبير وكان بنك اليابان يقول دوما إنه يترقب الربعين الأول والثاني من العام لتقييم ما سيفعلونه تباعا ونحن الآن في الربع الثاني ويبدو أن الناس كانوا يبادرون بالتسوق قبل فرد الضريبة في إبريل وهذا ما دفع البيانات إلى الهبوط الآن ويتبادر تساؤل الآن وهو متى ينهض الاستهلاك مجددا خاصة وأنه يعتبر مكونا مهما في اقتصاد اليابان وارتفع تطلعات القطاع الخدمي في شهر أبريل وهو ما يشير إلى أن أثر زيادة ضريبة المبيعات سيكون قصيرا الأجل إذ رفع محللون توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي من نصف إلى 1.1% مع توقع ارتفاع الاستهلاك من جديد في وقت لاحق من العام الجاري مع تعافي الأجور وارتفاع دخول الأسر ويترقب كثيرون الخطوة التالية لآبي إذ يتعين عليه إجراء مزيد من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية إذا كان ينوي فرض الزيادة المقررة التالية في ضريبة المبيعات العام المقبل وإلا سيصبح الاقتصاد الياباني عرضة للخطر إذن المشاهدين كانت هذه أبرز أخبارنا الاقتصادية والآن عودة إلى الزميل يعقوب المعمري وأخبار عن إزالة أشجار الغاف وطناء النخيل فلنتابع النشر الاقتصادية برعاية زقان دجاج الصفاء بوركر دقائق الصفاء قطع دجاج الصفاء هل هناك المزيد؟ أنا أحافظ على صحة وسعادة عائلتي بتقديم منتجات الصفاء دائما مئة بالمئة حلال مئة بالمئة طبيعي وشهي مئة بالمئة عماني طازجة وطبيعية وشهية مع كل لقمة صفاء شكرا علي بالتعاون مع وزارة الزراعة والثروة السمكية احتفل بتكريم المشاركين والمتطوعين في مشروع يزالة أشجار الغاف البحري بولاية الدقم لما تشكله من خطورة على البيئة العمانية أشجار الغاف البحري تعتبر من الأشجار المضرة والتي تؤثر على البيئة بشكل كبير حيث أنها تتميز بقدراتها الهائلة على نشر جذورها عميقا في التربة والتي من الممكن أن تصل لمسافة 500 متر تحت سطح الأرض ومن هذا المنطلق احتفل بتكريم المشاركين والمتطوعين الذين شاركوا في مشروع إزالة أشجار الغاف البحري بولاية الدقم الحقيقة هذا المشروع يعتبر مشروع جيد جدا وله أبعاد كثيرة أهمها وجود تلاحم كبير بين مؤسسات القطاع العام ومؤسسات القطاع الخاص وأيضا كذلك مساهمة ومشاركة المواطنين من أبناء تلك الولاية والذين حقيقة يعني سطروا ملحمة جميلة جدا في هذا الجانب الاحتفالية شبلت تقديم عدد مرئي عن المشروع حيث تم تقديم تعريف لأشجار الغاف ومد انتشارها على مستوى السلطنة والأضرار المترتبة على ذلك إضافة إلى نشر توعية بدرجة الأولى منها ويكمن خطورة أشجار الغاف البحري في قدرتها الهائلة على الموأم مع ظروف البيئة المحيطة كما أن لجذورها المقدرة على مهاجمة أنابيب الصرف الصحي وإيواء وإكثار بعض الأفات الزراعية ما تم تنفيذه حاليا في خلال الفترة الماضية من سبتمبر 2013 حتى تاريخه تنفيذ بعض التقارب بولاية السويق وولاية صحار وذلك يقوف على أقرب طريقة وأسهر طريقة وأأمن طريقة بيئيا وأقل تكلفة للتخلص من هذه الشجرة أو إدارتها وتقديرا للمشاركين وتعاونهم المثمر في نجاح مشروع إزالة أشجار الغاف البحري قمر على الحفل بتوزيع الجوائز وشهادات التقدير على المشاركين طناء النخيل موسم تتجلى فيه الكثير من القيم والعادات الاجتماعية في السلطنة فمع بداية موسم القيد يترقب المواطنون موسم الطناء لشراء حاجياتهم من نتاج أصناف النخيل المشهورة بجودتها العالية التقرير التالي يتابع بدء هذا الموسم في قرية الأوشيل بولاية رستاق بمحافظة جنوب الباطنة مع اقتراب موسم القيد يترقب الأهالي موسم طناء النخيل في تقليد سنوي يحمل في طياته مضامين وقيما اجتماعية واقتصادية قرية الأوشيل بولاية الرستاق والتي تعد إحدى واحات النخيل بالولاية بدأت موسم الطناء لهذا العام البائع والمشتري وكل من يرغب في استغلال ثمار النخيل يقفون على النخلة لتبدأ المزايدة وما أن ترسوا عليه حتى يكون الدفع نقدا في حين يتم التقييد في سجلات خاصة طناء الحمد لله مقارنة بالعوام السابقة نقول الأفضل الحمد لله رب العالمين بسبب ممكن اللي هي الموسم جاء مع بعض في جميع البلدان التي هي تابعة لولاية الرستاق فالحمد لله أنه قل من قيمة استطيع حتى المتوسط الدخل أو اللي هو من ذوي الدخل المحدود يقتني أي نخلة يريدها وحنا بصفتنا وكلاء لهذا الوقف نقوم بتقييد اسم الشخص الذي أخذ هذا الثمر واسمه يعني طبعا والمبلغ وبدون طبعا بعدما ينتهي عملية الطناء نقوم بجمع هذه المبالغ وتحصيلها التحصيل يكون نقدا طبعا ثم نقوم بجمعها وطبعا هذا التدخل من ضمن الوقف الحرص على بدء جني الرطب يبدأ مباشرة بعد رسو المزايدة لتكون البشراء بمحصول يبشر بموسم قائض ووفير الأسعار تتحكم فيه معايير خاصة كجودة الثمر وعمر النخلة وطولها الأمر الذي يتطلب دراية من قبل الشخص الراغب في الطناء ليظل موسم طناء النخيل أحد التقاليد الذي يجمع أبناء الحي والقرية الواحدة في مشهد عنوانه الأبرز التكافل والتعاضد المجتمعي موسم طناء النخيل تقليد سنوي يؤكد على ارتباط المواطن بالنخلة وحرص كل أسرة عمانية على أن لا تخل المائدة من رطب شهي المذاق يلطف أجواء الصيف عبدالله بن عامر الويهي ولاية الرستاق محافظة جنوب الباطنة وقبل الختام هذا تذكير بالعناوين الإعلان عن تشكيل حكومة الوفاق الفلسطيني الاثنين المقبل وإسرائيل تتبنى توصيات لاعتبار المستوطنات في الضفة الغربية والقدس قانونية المانيا تبد استعدادها لدراسة استضافة ثلاثين ألف لاجئ سوري بعد رفضها لمقترح بإنشاء مخيمات للاجئين على الحدود اللبنانية السورية حضارة السلطنة وإرثها الثقافي والطبيعي ومقاوماتها السياحية في معرض السياحة الدولي بجمهورية كوريا شكرا لكم في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مثل ما نشاهد هنا في هذه الصور الجوية وكذلك نشاط بعض السحب هنا جنوب غرب شبه القارة الهندية على ذلك فأجواء بحر العرب تبقى مستقرة حتى الآن أجواء مستقرة كذلك والحال بالسلطنة مع أجواء حارة نسبيا هنا آخر صور جوية توضح لنا خلو أجواء السلطنة من السحب معظم أرجاء شبل جزيرة العربية على السحب العالية والمتوسطة هنا في أقصى شمال المنطقة حركة الرياح تستمر جنوبية غربية غدا على سواحل السلطنة المطلة على مياه بحر العرب معتدلة السرعة نشطة السرعة حيانا تستسراتها إلى عشرين أقدع على سواحل محافظة جنوب الشرقية وشمالية شرقية في محافظة الظفر هائج الموج والبحر هنا على سواحل السلطنة الجنوبية الشرقية ويصل أقصى ارتفاعا له ثلاثة أمتار ورياح شمالية إلى شمالية شرقية تهب على شمال السلطنة بينما شمالية غربية غرب جبال الحجر والبحر هذا الموج على سواحل محافظته مسندم على سواحل بحر العمان كذلك الرياح تكون شمالية شرقية معتدلة السرعة وغرب الجبال تكون جنوبية غربية معتدلة السرعة كذلك والبحر يبقى هادي الموج هنا ويصل أقصى ارتفاعا له متر وربع المتر ورطوبة نسبية تصل أحيانا على المناطق الساحلية سبعين بالمئة إلى نجوة مشمسة حارة هنا في العاصمة مسقى درجات حرارة تتجاوز منتصف الأربعينات كذلك والحال بالنسبة لمحافظة جنوب الباطنة والمناطق الجبلية والأجواء مشمسة عموما أربعين درجة العظمى غدا في صحار وستة وأربعين درجة في خصب مع أجواء مشمسة بوجه عام في محافظة شمال الشرقية كذلك والحال أجواء مشمسة ورياح تكون هنا جنوبية غربية ترفع من درجات الحرارة سبقى درجات حرارة حول منتصف الأربعينات بعض الصحب قد تظهر على الجبال ست وأربعين درجة العظمى غدا في عبري والبريمي خمس وأربعين درجة مع أجواء مشمسة ويستمر تواجد السحب هنا على سواهل محافظة الضفار درجة حرارة في صلالة ثلاثة واربعين درجة في ثمريت والأجواء مشمسة هنا في هيمة ودرجات حرارة تصل عند منتصف الأربعينات في محافظة الوسطى وتتواجد بعض الصحب في أجواء مصيرة وسواهل محافظة جنوب الشرقية درجة حرارة في مصيرة 37 درجة لأضمى غدا و47 غدا في صور مع أجواء مشمسة وتبقى الأجواء حارة نسبيا أترككم الآن مع تفاصيل الأجواء في باقي ولايات السلطنة شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر